هذا الموضوع فعلاً هو موضوع حيوي جداً وهو الذي سيناقش الآن في هذه الجلسة مع سيد ديمستورا لأننا نعتبر أن كل ما تم طرحه في أستانا بمجملي لم ينفذ تحديداً قضية المعتقلين الحساسة وهناك الآن تقارير دولية إلى جانب تقرير أمنيستي انترناشنال وأعتقد أنه ينبغي أن لا تضع الأمم المتحدة هذا الملف في عهدة الآخرين الأمم المتحدة مسؤولة الآن عن قضية المعتقلين كما هي مسؤولة عن قضية المحاصرين والقضايا الأخرى لأنها جزء من القرار الدولي وليست في عهدة الدول الضامنة أو غيرها لأن المسعى الروسي فشل حتى الآن وروسيا ليست لديها لا النوايا ولا القدرة على تطبيق ما التزمت به في اتفاق أنقر ولقاءات أستانا ولذلك نحن في هذه الجولة سوف نثير قضية المعتقلين على نطاق واسع